السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولا بعد حياكم الله أخواني خوات في برنامج آية وفائدة في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله سنتكلم عن قوله سبحانه وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم طبعا هذه الآية تتكلم عن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام الذين بنوا الكعبة كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يضع الأحجار ويبني الكعبة وكان الذي يناوله هذه الأحجار ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام ما الذي نستفيد أخواني خواتي من هذه الآية العظيمة الأمر الأول تواضع إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يعني وصل إلى مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى هو خليل الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وهو قام بعمل جليل وشريف وهو بناء الكعبة وأنتم تعلمون أخواني خواتي عظم أجر من يبني لله مسجدا وهو قد بنى أفضل مسجد بيت الله الحرام الكعبة المشرخة ومع ذلك تواضع لله سبحانه وتعالى بأن قال ربنا واجعلنا مسلمين لك يعني يا رب ثبتنا على الإسلام نريد أن نكون من المقادين لك أنا ومي إسماعيل وكلهم النبي عليهم الصلاة والسلام فهذا أمهم جدا أخواني أخواتي إن الإنسان إذا كان حافظا القرآن إذا كان عالما يدرس الناس ويعلمهم الفقه والتفسير والسيرة وغير من الأمور طيب يجب عليه أن يتواضع لله لا يظل أنه قد دخل الجنة بهذا العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع وأمرنا بالتواضع عن طريق حاديثي وعن طريق حياتي عليه الصلاة والسلام فقال قاربوا وسددوا وعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قولوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل شوف شون النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد ولد آدم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر مع ذلك تواضع لله سبحانه وتعالى لما مات أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمدحت امرأة وكأنها ضمينت له الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام تضايق من هذا الكلام قال إني لا رسول الله ولا أعلم ما يفعل به غدا يعني كيف تتكلمين وتبشرين بأن هذا الإنسان سيكون في الجنة وأنا رسول الله ولا أدري ما يفعل به غدا عليه الصلاة والسلام شوف شون كان يعلم الناس التواضع فهذه فيه فائدة مهمة جدا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكذلك معه ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان متواضعين بأن طلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الإسلام وكذلك نستفيد أن على الإنسان أن يدعو لذريته الله أكبر يا رب أصلحني وأصلح ذريتي يا رب أصلح أولادي وأصلح أحفادي شوف هذا هي الجميلة والقلب الطيب الطاهر المحب للخير ليس فقط لجيله بل لجيل أولادي وأولادي أولادي لذلك ماذا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني قيل أن ننقصده أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه قد جاء من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام أقصد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي جاء من نسل إسماعيل ولم يأتي من نسل إسحاق عليه الصلاة والسلام أجمعين ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا شوفوا سبحان الله أشلون أن الأشياء مترتبة بعضها على بعض أن الشيء أو بنو الكعبة الشيء الثاني تواضع لله سبحانه وتعالى ووساء الله سبحانه وتعالى الثبات بعد ذلك يا رب نورنا بأن نؤدي المناسك كما تريد أنت يا رب العالمي أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم ثم بعد ذلك ختموا هذه الآية أو ختموا دعاءهم أقصد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وَتُبْ عَلَيْنَا سبحان الله يعني هذا الدعاء يؤكد طضية ماذا تتطور لأن يمكن الواحد لما يقرأ الآياته يقول ما الخطأ الذي قام به إبراهيم أو إسماعيل عليهم الصلاة والسلام حتى يطلب من الله سبحانه وتعالى يا رب توب علينا لكنهم علموا بأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التائب الأواب الأواه المنيب ويجب على كل الناس رب العالمين أما وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يجب علينا أن نتوب إخواني أخواتي ما يصير واحد يقول لا أنا ما سويت شيء شنو الغلط لأنا سويته لا يجب علينا أن نتوب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه يجلس مع أصحابه يستغفر أستغفر الله العظيم وتوب إليه أستغفر الله العظيم وتوب إليه أستغفر الله العظيم وتوب إليه كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد ليس في اليوم في المجلس فقط في المجلس أكثر من سبعين مرة الله أكبر أستغفر الله العظيم وتوب إليه لا بد أن نكرر هذا الدعاء أخواني أخواتي يعني أشوفوا إحنا مباشرة بعد أن نصلي الفرض بعد أن نسلم نستغفر فنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فيجب أن يكون هذا ديدا المؤمن الصادق الخائف من عذاب الله سبحانه وتعالى أن شنو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليلة نهار تكون التوبة معه لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهما وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم فنشوفوا شلون التوبة على قسمين أن في توبة من العبد أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والشيء الثاني وهذا هو المهم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة إذن أخواني أخواتي نحتاج أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذن الفائدة العظيمة أو أهم فائدة ممكن نقول من هذه الآية قضية أن الإنسان لا يركن إلى عمله يعني لا يثق بنفسه يقول لا أنا اصطليت وحجيت وصمت وزكيت فأنا من أهل الجنة أكيد مئة بالمئة يقول هذا مفهوم خطأ هذا ليس حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام بل كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا طيب نعم هم يطمعون فيما عند الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يخافون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم أن يعذبهم أن 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 سبحان الله فهذا أول مهم جدا أخواني أخواتي إن الإنسان يتواضع فكأن هذه الآية فيها فائدة عظيم وقضية التواضع وعدم وركوني العمل أيضا نستفيد من هذه الآية أن الإنسان الذي يؤمن الدعاء هو كالداعي يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو وإسماعيل كان يؤمن مثل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو وهارو يؤمن فالمؤمن كالداعي فنحن لما نصلي مع الإمام مثلا في صلاة الوتر في رمضان فيدعو الإمام ونحن نقول آمين أو في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة لما يدعو الإمام فنقول آمين فنكون كالداعين فالمؤمن كالداعي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين جزاكم الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة